صباح الخير صباح النور صباح الورد و اليسامين و تتبعين الاوفية صباحكم بروك نهاركم بروك نبدأوا لفيديو ديالنا في النهار جديد فيديو جديد كما تشوفوا معايا على بركتي الله نبدأوا بصلاة على النبي اللهم صلي وسلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و أصحابي أجمعين على بركتي الله هنا جبتكم الكوزينة وتقطع كما تشوفوا معايا ضربة شميشة تبارك الله ما شاء الله هنا بديت معاكم عجنة البطيبيتات ديالي هنا كنقراس و سنطيبهم معاكم و أريد أن شكر للناس الجدد الذين يضمون القناة قناة قناتكم منكم ما إليكم مرحبا و ألف مرحبا و الناس اللي في القناة انتم مالين تطار و مالين لخير عائلتي الثانية مرحبا بكم ألف ألف مرحبا نتمنى هذا الفيديو إن شاء الله يكون خفيف ضريف على قلبكم تشاهدوه بكل حب بكل فراح مرتاحين في عقلكم و قلبكم يا ربي العالمين تمنى دائما تستفدوا من القناة تكون عند حسن ضمن ديالكم تلقوا فيها كل ما بغيتو إن شاء الله و كل ما هو أفيد وأجود وأحسن لكم إن شاء الله مرحبا و ألف مرحبا نبدأول فيديو ديالنا على باركاتي الله هنا كما كتشوفوا معي كنشارك معاكم الشعال اللي ضرب لي في الشرجم ديال الكوزينة جاب الله كين هذا الشريج ما هذا بعده ضرب فيه الشعال ديال الشميشة الموهم نضوي لي الكوزينة لأنه تقطع الضو و أنا كان صغور لكم الموهم راكم شفته في اللقطة الليولة يبدأت معكم بتصوير و الضو تقطع هنا يقرست لبطيبطة ديالي كما كتشوفوا بها الطريقه البينات جربوها بعد إما كاتقرصي البطوبوط ديالك بحال هاكي كتحطيهم كتضربي واحدة تخليها الضربية الأخرى آه تخلي هاها الطريقه هاديك تسهل عليك أنك تقرصي ضغية 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 و طيبة ضغية ضغية هنا درت المقهية لاتزيله عودتاني درتش حميل واحدة باش نصر بي نوجد البطوبوط ديالي فرنشت لعين راكم عارفين الوقت ما كطرح مش ليس تركة تركة الصيف الله يحفظنا يا ربي ورزقنا سلامة الوقت وصحة والسلامة ولهنا يا ربي لنا ولكم الجميع المسلمين راكم عارفين هذي الأيام غير مع العججات الله يحفظنا ويحفظكم كديرين بعدها البنات اللي عندهم العجج كديرين مع هذي العججات ولا لازمين لاعين الله يرحمنا الله يرفعوا علينا هنا كنشرك معكم البريرييد كنشحة البريرييد نعمل اللعود تاني غنوجده بالنعناع وهنا كنشرك معكم فكرة خاطر البنات للمقيلة اللي كيتلسق فيهم الخبز هاك ملي كانت نكونو كنطيبو البطبوت كيتلسق لينا كما كتشوفو اهنا أدرتلي هم اللماء سخون وانا كنوجد فالبريري الديالي هات الفكرة هادي والله العظيمين اللي عطتها لي اغريق تشلال ليه لآتي البنات حدا يه هاد المقيلة هادي والبرد هاك سخون قلت بالله تي المقيلة غنغسلها غنغسلها نخوي فيها هاد تشلال هاد سخون وملي خويت هاد تشلال ديال اتي سخون على هاد تفرتيتة ديال الخبز اللي كتلسق لنا في المقيلة بنلي هكا تحيد بوحدو قبل ما نقيسو الا لاحطو في اللقطة رهباين البنات ملي خويت تشلال هاد الخبز هاد كما قلت لكم مليت لسا قف المقلة تحيد بوحدو وقلت علاش لما نجربش الماء سخون وملي خويت الماء سخون وبديت كان حكب هادك العود رانتو ما كتشوفو كي تحيد بوحدو هكا قبل ما نضغط على جيك سولا جي حاجة كان نقيسو غير بشوية كي تحيد بكل سهولة لبنات وحق لها العدي ملا فكرة قدامكم لقيتها قدامكم في وسط التصوير ما كنتش كان عارف هاد المسألة هادي دابا لقيتها معاكم هاد المسخون كينفع صراحة في الحاجة اللي اه تحرقت لينا جربوها البنات وردو علي الخبار وحق لها العظيمين لكن ما قلت لكم راني اكتشفتها غير اه اه دابا قدامكم لبنات ما كنتش كان عارف هاد المسألة هادي والله العظيم كنت اه اللي ساليت في المقيلات كان حتهم حتا نسالي ونحك حك يا ما حك بالصابون باللي والجكس وتيكون صعيب المهم راكم معارفين الخبز اللي تلسق في المقيلات بحال هاكده كيكون صعيب شوية تحيد ولكن هاد الطريقة هاد الفكرة اليوم اللي كده شفت معاكم وحق لها العظيمين لنفعاتني هانتوما ذاك تشلال ديال اه تاي اه السخون حييد الخبز في المقلة وكملت عليها بالما السخون اللي باقي في المقرة لشفاش عمرت اه البراد اخوتيو على المقيلات الاخرين وهانا اه نقيت المقيلات ديالي اولي تهنيت اه منهم غادي نغسلهم دباب الصابون ونحطهم هو هادك مامسالياش ليهم اراه هما اه نقينة اصلا غا نخليهم حتا نسالي ونحكهم بالصابون ونشللهم او مريدنا ما عندو باس الحمد لله دائما اه المواقف كتعطينا البنات وحق الله العظيم واش انتوما اه كترى معاكم ولا لا دائما اه في بعض المواقف هاكا كنكتشفوا طرق كتسهل علينا دائما حياتنا وحق الله العظيم بحال هاد طريقة هادي لما كنتش كان عارفها كنت كان حك المقيلة ديالي مرا مرا هاكا بجيكس وصابون بلدي دائما مرا مرا ملي اه كتشق لي عليهم اما يدي اللي راه دائما كان نغسلهم لي كنساليو منهم اكيد ولكن هاد الكحولية اللي اه شفتوا معايا في الجنيبات ديالهم كتبقى دائما ما كتحيدش معا داي اللي حكينها بصابون بلدي ولا اه جيكس ولا شي وصفها هاكا اللي كتخرج هذه الكحولية يا راكم معارفين اللي مقيلة دائما اه هاكوا كيكونوا وخشريها جديدة غادي اه تبدي طيبي فيها واحد سيمانة وغادي تولي كحلا بحال ها كدان موهم مقيلة هما هاد الكو معارفين شنو كين بلا ما نبقوا نتعذبوا معاهم اه نديروا الطرق الساهلة اللي تنفعنا وتسهل علينا دائما اه لعادة بدي الله مراتهم اللي ما كنساليش اللي درناها اليوم كنعودوها اه لاغط ليه كنتمنى ان شاء الله لا فيديو يعجبكم البريري ديالها هو وجدردلو النعناع و المقيلة ديالها هما اه نقيتهم ساليتهم المهم كين ما قلت لكم ساليت غادي اه نكمل لهم الغسيل او نحطهم من ساليتش المهم اه حاجة اللي هي اهم مرلس عبارها محيدة منهم ماشي مشكيل دائما اه نسهلو اشقاء على راسنا و نردو البال دائما لمواقف بحال ها كتاركة تعطينا البنات افكار اللي ما كناش كنعرفوها ما كناش اه كنديروها ايو شوفوا معايا غير دابة كنت كان طيب الخوبز وانا اه كان عمر اتايم احدايا الشي حاجة اللي اه نخوي فيها تشلالي للمراد ساليت الخوبز طيبته وطفيت على اه المقيلة ديالي وخويت تشلال في المقيلة وانا يتبني الخوبز اللي محروق في المقيلة اه طالع بو حديدو التحيد بو حديدو بلاحكا بل التحجة تكشي الاش خديتها فيك ردبا بقنديرها ان شاء الله هنخوي المس سخون في اي حاجة تحرقت ليها هكا نخوي فيها المس سخون ونحكيها في ديكل لحظة فاش بقى سخون ومريضنا ما عنده بس بطريقة سهلة اسهل ما يكون البنات نتمنى ان تاخدوا فيك رحت انتو ما نفعكم ان شاء الله في حياتكم تجربوا هالطريقة هذي اللي تحرق لكم الخوبز مثلا في المقيلة بحال هكذا اللي طيبتو البطبوت ولا في الفران مثلا في اللاتا اللي قنتو طيبتو الخوبز في الفران تلسق ليكم في اللاتا غادي اديروا لي هالطريقة هادي سهلة لبنات اي حاجة تكون بالسقة صعيبة هاداك المس سخون كي نوضها من بلاست هاكا تحيد اللي لقاع قصتها بالجيكس ولا بشي حاجة هكرا اكيد غادي تغلب عليها والحمد لله دائما افكار كتنفعنا والموهق في اللي كترالينا هكا في حياتنا اليوميا ناخدوا منها اللي ما كناش كان ديروه مثلا طرق بحال هكذا اللي كان كتشفوها صدفة ناخدوها دائما ديروها وتسهل علينا ما صعب يا ربي علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين البطابت دي ولي طيبين تبرك الله ما شاء الله هنا يعود ثاني العمل اللي خبز مروحة البنات اللي قالوا لي رأى خبز مريح اللي رأى اللي هو رأى كي يسمى خبز مروح نحنا كنقوله مثلا جارتك كتلقتي مع احدى الباب ولا احدى مضرزة ولا هذا السلام عليكم السلام عليكم السلام اختي كديري لبس عليك اختي والو لبس غير مروحة يعني بيها غير رواح المهم راكم عارفين هما كي يقولوا الخبز مروح ما عارفتش منين جابوا هاد اسمية هذي نحنا كنقوله خبز مدهون بمثلا زيد العود ولا السمينة والعسل ولا زبدة اي حاجة مهم كنقوله خبز مدهون هورا كي يقولوا خبز مروح المهم كل البلاد واللغة ديالها والناس خورين كي يقولوا اسمية خورا الحمد لله احنا مغربة راية وحدة كلنا الحمد لله مسلمين الاخوة في الله كالعرب كي يشلح الحمد لله كلنا واحد كما كان قوله ولا تسعى شهور الحمد لله الله يخلي نفس بغتنا والله يدومها محبو صداقة دائمة لوجه الله تعالى والتحية لكم من طنجة القويرة كل شي عندي بحال بحال احبكم اخوتي في الله كلكم كي السوسيات كي الهوريات كي السحراويات كي الشماليات كالرباطيات المهم كل شي باش ما ننسى حتى شي وحدة من طنجة القويرة اخوتي خارج ارض الوطن كنقول لكم حتى انتم ما تحية كبيرة كبيرة لكم كل ما كيتبعني كل شي المتبعين دي ياولي في كل مكان في كل بلاد كنقول لكم مرحبا بكم الف مرحبا قناة قناتكم وشكرا انكم على تشجيعكم اللي دائما معي الله يعطيكم الخير جزاكم الله الف خير حتى انا كندير مفجدين نكون معكم دائما في المحتوى ديالكم خاصة في الدقيق اللولة فاش كتحطوه نديرو يد في اليد نكونوا مع بعديتنا فهادوك الدقيق فاش كيحتاج لمحتوي تشاف ونكتر لي هاللايكات والتعليق باش يزيد يوصل اكبر عدد ديال الناس وبهكا نتعاونوا مع بعديتنا لوجه الله تعالى يد في اليد الى النجاح بالاسرار والعزيمة واليقين ان شاء الله ليجدي هات وحبا لله لوجه الله تعالى البعديتنا نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم الفطور ديالنا واجد لي وجدت معكم إلا شفتو هاد الفيديو في صباح صباحكم مبروك نهاركم مبروك ليجليكم هاد نهار نهار زوين نهار رزقو التسير إلا شفتو فوست نهار بزحتكم وراحتكم حتى انتم مشهوتكم ونهار زوين ان شاء الله تكمله بخير وعلى خير إلا شفتوه بالليل تصبح وعلى خير وبارتاجي وشجعني باللايك والاشتراك جزاكم الله ألف خير تهلا وفروسكم السلام عليكم